بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال ينظم في العاصمة الروحية للأقاليم الجنوبية مدينة السمارة الملتقى النسوي جواهر الصحراء حدث ثقافي وفني يحتفي بالنساء في مجالات مختلفة وقد عرف حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الوطنية والجهوية والمحلية وهذه المرة يمتاز باحتفال جيد وكبير وهو شخصية عبدالطيف الحموشي اللي يلعب دور كبير على صعيد المملكة المغربية وخارج المملكة المغربية وهذا اندل على شيء فإنما يدل على تلاحم ساكنة السمارة واعترافها بجميل هذا الشخص هذه الشخصية الباردة فد في المملكة المغربية واليوم احنا هذا الملتقى كان لدور فعال أن يجمع نساء عديدة من الأقاليم الشمالية جوا من دكاتيرا ومحاميات يتضمن برنامج النسخة الثالثة من هذا الحفل الثقافي والفني تنظيم ندوات علمية حول مدونة الأسرة بين ثوابت المرجعية وتحديات التغيير وندوات أخرى في مجال الثقافة الحسانية حول موضوع المألة الصحراوية من الفاعلية التاريخية إلى المسؤولية التنموية هذه مناسبة أولا أننا نتعرف على صورات مدينة السمارة ثانيا هذا الملتقى سيسمح لنا بتشارك في إطار إصلاح مدونة الأسرة بتقاسم ما هي المقترحات المجتمع المدني والجمعية الحقوقية في هذا السياق للإصلاح مدونة الأسرة الذي بادر بفتح ورشه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وهني أصمار بنسائها وهني أصمار بفعالياتها المجتمعية النسائية التي حاضرة في كل المناسبات التي تعرب دائما عن مغربيتها وعن مواطنتها الحقيقية وهذا هو دور نحن كنساء مغربيات كنساء فاعلات في المجتمع المدني وتنزيل الدستور المغربي تنزيل خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله تتنوع أنشطة وفعاليات النسخة الثالثة من الملتقى النسوي جواهر الصحراء حيث يتضمن تنظيم ورشات ومسابقات في التبخ التقليدي والأزياء التقليدية إضافة إلى معرض للفنون التشكيلية وعروض المسرحية وصهرات فنية والهدف من ذلك الحفاظ على التراث الثقافي الحساني وتعزيزه ترجمة نانسي قنقر